اهلا بكم الى اخر مستجدات الخليج العربي على قناة الحدث الافريقي اعلنت مملكة البحرين مساء السبت استئناف تمثيل ديبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان بعد اكثر من عام ونصف العام على قطعها وقالت الخارجية البحرينية في بيانه ان المملكة قررت استئناف تمثيل ديبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان الشقيق تعزيزا للعلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين والاحترام المتبادلة واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي ايضا وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية واحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 اعربت دول مجلس التعاون الخارجي عن اداناتها قيام قوات المسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت في حين اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الحادثة البداية مع وزارة الخارجية السعودية التي ادانت واستنكرت اقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والتمثيليات الدبلوماسية وطالبت الأطراف السودانية كافة بالالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جد الأخيرة والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في سودان سلطت صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية الضوء على تحول دول الخارج العربية خاصة السعودية والإمارات وقطر إلى نقطة جذب لرجال الأعمال والنجوم والمواهب وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته يوم الجمعة إن الخارج الغنية بالنفط أصبح نقطة جذب للثروة العالمية بعد استقطاب النجوم والمواهب ورجال الأعمال في دول لا تفرد درائب على الدخل وأضافت بات دول الخليج تشتذب المصرفين الأوروبيين ومديري سناديق التحوط الأمريكية ومؤسسي التكنولوجيا بهذا الخبر نأتي إلى نهاية المجزء دمتم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر